اشتركوا في القناة والساعة 9 في بطولة وبث مباشر على يوتيوب وتويتش نتكلم في موضوع النهاردة موضوع النهاردة اشهر تضحية في تاريخ الشطرنج ليه هي اشهر لانها الاكثر حدوثا على الرقعة يعني ما شفتش دي تجربة شخصية ما شفتش في حياتي تضحيات تبكل ومشهورة قد التضحية اليونانية او بالانجليش لو عايز تدور عليها The Greek Gift Sacrifice او تضحية الهدية اليونانية سموها كده تقريبا عشان حصان ترواضة اللي تضحى بس هي اصلا تضحية فيل مش تضحية حصان اي نعم التكملة بتاعتها بحصان لكن هي دي التسمية بتاعتها الهدية اليونانية او التضحية اليونانية دي حاجة عاملت بوقت ومش عارف دي ايه هل الموبايل مش صيلم ولا ايه طيب ولا الكلام على ايه اه الموبايل الفعلا مش صيلم هنشوف هنشوف بص يا سيدي انا هقولك شوية معلومات تخلي كل ما التضحية اليونانية تظهر لك تبقى نجحة ان شاء الله وتشتغل معاك لو الظروف اللي انا هشرح لك النهاردة دي مش موجودة ما تخشش في التضحية اصلا معنى كده ان التضحية هتبقى فشلة الشروط ان غياب الحصان المدافع عن الملك سواء على ال F6 او على ال F8 هل لازم يكون هذا الحصان غايب لوجود رأس الحربة ال E5 لا مش شرط ممكن يكون غايب والتضحية تنجح برضو لكن عادة او التبكال الشكل الاساسي اه بيبقى في رأس الحربة هذا البيدق وغياب الحصان دي النقطة الوحيدة اللي تنجح لا طبعا النقطة التانية عدم وجود فيل مدافع عن المربعات البيضاء او لو بنضحيها بالاسود يبقى عن المربعات السوداء يعني ايه يعني ما ينفعش اضحي ياكل ادي كش يمشي اعمل كده ادي مات الاقي فيل جاي واقف هنا مسك الوطر معدش فيه مات او رغم ان كل الشكل سليم اهو بس لو البيدق ده مش موجود التضحية فشلة عشان الفيل هيعدي ويحمي طيب لو واحد اتنين تلاتة مش موجودين والوزير ده هنا التضحية برضو فشلة لان ساعتها الوزير هيجي عالدي ثري يمسك الوطر طيب تعالوا نشوف امثلة بس هسألك سؤال الاول معلش مش ده ولا ده هنا مثلا يا ترى التضحية تنجح ولا ما تنجحش وقف الفيديو خمس ست ثواني عشر ثواني وشوف فتكون حلتها خلاص هل الحصان موجود هنا ولا موجود هنا لا هل عندنا رأس الحرب لا بس انا قلتلك انه مش شرط طب هل التضحية تنفع هنا للأسف لا ليه عشان مفيش رأس الحرب لا طبعا عشان الفيل بيمسك الوطر بعد التضحية يعني كشي ياكل كشي يمشي تيجي تدي مات لا الفيل بيمسك الوطر ما عادش في حاجة اه يبقى التضحية هنا فشلة تعالى اورليك ماتشين الماتشين دول فيهم التضحية اليونانية واحد منهم سنة 1930 ما بين ايدغارد كولي اللي هو صاحب سيستم كولي سيستم او ايدغارد كولي يلاعب جون جيمس هندون او هانلون سنة 1930 يقال ان دي اول مباراة ظهر فيها هذه التضحية ما عرفش الحقيقة يعني لكن يقال ذلك بدأت ب دي فور دي فايف نايت اف تري نايت سي سيكس جاء على بالي دلوقتي افكرك تعمل لايك وتشترك لاني نسيت اقولك في الاول فكرتك بس لو عندك النية تعمل توقع على الله سي فايف سي ثري اي شبه اللندن قوي بس الفيل جوه يعني الفيل جوه مش برا اي سيكس بشيب دي ثري بشيب دي سيكس نايت بي دي تو نايت بي دي سيفن تبييت تبييت روك اي وان مستر ايدجارد كولي عايز يلعب الاي فور ويشغل الفيل روك اي ايت لو عيبت ادالي واحدة اي فور اكل اكل هات الفيل اكل اكل ضغط هنا املاعب بيدا في بيدا اوبا وهنا يقرر ايدجارد كولي ان يضحي بيشيب ديكس هذه التضحية ناجح فيها كذا حاجة غياب الحصان هنا وهنا لكن مش موجود البيد الرأس الحربة صح كمان مش موجود الوزير اللي ممكن يمسك الوطر او الفيل اللي ممكن يمسك الوطر صح ابدأ احسب هل تنفع هنا هيقبل التضحية ادي له كيش بس بيخرج بره بيخرج بره دي بلندر ومال كان عنده ايه عنده يرجع زي مكان ولما تطلع يلعب كوين اف سيكس وبالكاد الشكل يتعادل بعد الكيش يمشي هنا بيقولك نايت اي فور انلي موف تو درو نقلة الوحيدة للتعادل لكن الخصم في هذا الشكل طلع بره وهذا الخروج ادى الى اتش فور روك اتش ايت امت ديل وتضحية لزيزة طبعا لو اكلت دلوقتي فكوين دي ثري بتموت خلاص كيش لو ماشي كده مثلا كوين اف ثري رجع تاني كيش استخبه كيش بالفيل واخد بالك تمشي هنا تاخد ماد تمشي هنا لا مفيش هنا اصلا هو حاجة واحدة كده وياخد ماد اوكي فضحاره التضحية اما غطي كده اما قاله اتش فايف مشي طبعا جعت ضربة خلي بالك اكل طبعا لو كنت اكلت مباشر فيه كيش واخد القطعة مشي اداله كيش على اي حال رجع بكيش والان بعد كوين بي ثري تشيك موضوع منتهي موضوع تغطي لحد ما تاخد الماد اوكي اكتر افتتاح بيظهر منه التضحية اليونانية هو الافتتاح الفرنسي لكن تعمدت ان اجيب المباراة دي عشان اقولك انك تكسر القاعدة العامة بتاعت لازم يكون في بيدا في ال اي فايف لازم تكون طالعة من الفرنسي لا ممكن تكون طالعة من اي حاجة اتعلم الباترن وتعلم شروطه وابدأ نفذ ممكن ما تزبطش معاك التكملات في مرة من المرات بتحلل وتعرف التكملة الافضل لكن هي دي الشروط اللي بقولك عليها ويمكن استخدامها بصراحة مش عارف انتو سمعين صوت الباقع الجائل ولا لا بس الصوته عالي قوي انا حاس انه قاعد جنبي الموضوع انت عارف الساعة كان دلوقتي الساعة ستة مساء ان فيه اطفال بيبقوا نايمين العصر المغرب كده شوية فدي من اسوأ الحاجات اللي ممكن حد يسمحها دلوقتي الطفلة هيقوم مفزوع اذا كان انا قاعد صاحي ومفزوع ما لكش انت دعوة كان الله في العون المهم احنا اسفين يا عم من احنا شغلناك معلش بس حبيت اشاركك اللي بيحصل مباراة العبد لله كان تقييمي 2149 على الموقع الاخضر وبلعب واحد بداية اسمه زي نجم الدينوف كده اللي هو رشيد نجم الدين بلعب بيدا وزير لندن نايت بي دي سيفن بيشب لندن رسمي نايت بي دي سيفن رحت نايت اي فايف اكل اكلت ميشي لعبت نايت اف ثري واملعب اي سيكس ومتم تدولي واحدة ايتش فور خلي بالك كل اللي فات كوم والشكل اللي هتتفرج عليه دلوقتي ده مهم جدا تعرفه احسن ناقلة تتلعب دلوقتي والابيض يفضل احسن اف فايف وساعتها لازم تكمل هجوم بجي فور وتفتح الواتر تاني خلاص لا تراجع ولا استسلام صاحبنا ما كانش يعني متخارن ده ممكن يحصل فلاي بي سيكس بس وهنا كما ترى برد تقييم سرخ هل تتوافر شروط التضحية اليونانية في هذا الشكل نعم مفيش وزير بيجي يمسك الواتر كده مفيش فيل بيطلع يمسك الواتر كده غياب الحصان من هنا ومن هنا كمان البدأ ده واقف رأس الحربة للهجوم ودي ملعوبة لغرض يعني خلي بالك التضحية لو جد دلوقتي فشلة لان بعد ما باكل حصان ترواضة لنفسنا فيه بيتاكل لكن اتش فور ملعوبة عشان عندما يقفز الحصان النقلة اللي بعدها وانت تاكل اناكل بكيش وهتشوف باترن مهم جدا تعرفه بعد بي سيكس بيشيب تيكس الموقع الاخضر كم اديها علمتين تعجب رغم ان اللي عارف الشكل هجيبها بشكل بسيط جدا ياكل نايت جي فايف بكيش لو رجع هتعمل كده محدش بيلحق المات ابدا الحصان لا يمكن ان يأتي هنا ولا هنا خلي بالك كمان ان الرخ دي لو هنا دلوقتي فبقى فيه مشكلة تانية اي نعم فيه فراغ للحصان يحمي دي بس مين يحمي الاف سفن لازم تحط في بالك القصة دي جدا لو تلاحظ الوسط ده شبه جدا وسط الفرنسي بتاع الادفانس فريشن او تفريع التقديم يمكن الفرق ان البيدأ ده هنا مثلا بيشيب تيكس الان بس هاكل بالبيدأ وبدأ يفتح نفس للملك لكن لابد ان تعلم الفكرة بتاعت اغلاق الطريق واغلاق الهروب دي حاجة مهمة جدا خلاص انتهت القصة كده الماتش انتهى عايز اوديك شوية اشكاة لعب كده بس خلاص دي كش مات في واحد عايز اوديك برضو شوية اشكاة عشان يبقى ديتك الوجبة كاملة هذا الشكل مثلا هناك غياب للبيدق او رأس الحربة زي ما قلت لك مش شرط ايضا الحسن موجود بس في هذه الحالة وهذه الحالة فقط ممكن تبدأ تكونسدر يعني تعمل اعتبار للتضحية ازا جادع؟ فكر وشوف اتعلمت التضحية دي من خمستاشر سنة وروح تنفستها على الرؤعة وطلع فيه دفاع هحكي لك عنه حالا بيشيب تيكس اكل وعارف ان الحسن ده ملوش حل يتحمى بعد كوين ايتش 5 لأكتشف في المباراة التانية ان كان فيه حسن هنا وبيجي هنا يقفل السكة ويحموا بعض او حسن هنا ويجي يقفل السكة ويحموا بعض شكرا انا خسرت قطعة لكن في هذا الشكل مفيش حسن تاني جاي من البي ايت وبالفعل موجود ويقدر يسند صاحبه ويقفل السكة مفيش وبالتالي التضحية هنا نجحة ومفيش حل للمدي ابدا تفتح نفس كش الاول من هنا مش مضطرة تاكل بقى ويهرب كده خلي بالك اه لو فيه فيل هنا ممكن تديله كش مات في اتنين لكن دلوقتي فيه مربع هروب ففيه كش مات في اتنين كش معلش مات ماشي بشكل كماني شبه الشكل بتاع المطش بتاعي فيل في بدأ تنفع ولا لا طبعا تنفع راجع الامور هتلاقيها تنفع الله بس الكش دي جامدة اه بس لو اكل باكل بكش هيمشي فين هنا قرى بياخد مات خلاص بدلا مجاه هنا اعرف ان مات في واحدة هي مفيش حاجة فاهم طيب لو رجع لازم تعرف اللي جاي ولازم تبقى صاحي ومفتح ومصحصح لو طلعت مباشر مصيبة شوية عشان في رخ هنا بتمنع القفل على مربع الهروب لو اديت كش مثلا تلاقيه بيهرب ابيض مازال احسن بس ما فيش المات اللي نفسك فيها فلازم تاخد بالك من رجع فايف دي تمنع الدفع البيدقية انا عايز اجيب الحاجة كلها بكشات اعمل ايه اديله كش على الهوى ياكل اديله كش يمشي اقفل السكة عليه والمات ما بتتحلش اه ممكن يديني قطعة بس بقفل وبرضه المات ما بتتحلش طيب طب لو اديته كش على الهوى ومشي يا ترى ايه الامور لا دلوقتي الامور بازط دي كش مات يمكن يقفل السكة كده بس بعد وزير بكش يمشي هنا وزير بكش مات اوكي طب لو ما قابلش القطعة ومشي ساعتها باجي عايز اديلك متات طب لو قابل دلوقتي ساعتها بقبل والحل الوحيد عنده دلوقتي انه يعمل النقلة دي والابيض ما زال احسن مع التفوق جيد بعد جي فور امشي لو سمحت فهيضطر ياكل وانت تاكل وبعدين هو ياكل ومعك فرق والحياة حلوة ممكن بقى تبقى تلعب اف فور اه تحاول تمشي وتجيب الرخ التانية فيه تفوق وفيه شطرنج بيتلعب طيب ده يمكن يكون اصعب شكل عايز تنفس في الفكرة فيه حاجات تانية فيه حاجات تانية والله يعني هنا مثلا التضحية موجودة برضه بشي بتكسي ياكل كيش لو طلع هنا لابد ان تعلم فكرة الـ اتش فور اتش فايف حتى لو الرخ مش موجودة اتش فور هنا النقلة السليمة وبعد ما ياكل الرخ ولا يهمك اتش فايف على الهوى جامدة لو مش طبعا طب لو قبل البيدأ طب ايه العمل قالك جي فور والان الجي فور بتسند الوزير ولما يمشي كده فيه مات من هنا كمان شوية بس كمان فيه حصان في بيدأ جامدة واو حصان في بيدأ جامدة بس على فكرة دي برضه متات كش ياكل بعدين كش تاني يرجع بعدين مات يعني دي برضه موجودة طيب الاشكال اللي انا مرت عليها بسرعة خد انت وقتك فيها وبص عليها براحتك لكن انا لازم يعني انا قبل ما امشي قلتلك كل حاجة انت محتاج تعرفها امتى الدنيا تمشي والتضحية تنجح امتى التضحية ما تنجحش امتى حتى في وجود الحصان ممكن التضحية تنجح بس دي حاية لانالدرة قوي بس محتاج برضه تكون عارفها وابدأ جرب ولا تتوقع ان كل مرة هتلعبها هتنجح لازم التكملات تتعب فيها شوية لان كل تكملة مختلفة عن الاخرى نوضوع استخدام ال H4 H5 انت شفته دلوقتي بس لما تيجي تستخدمه هيحتاج منك شوية تدريب وحرافية حتى تتقنه ان شاء الله بنام الشروط نجحت والشروط موجودة هتنجح معاك كل مرة بس بعد ما تتضرب عليها شوية شوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة